تقول عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت ست سنين بنت ست سنين تزوجني النبي طبعا نحن نعرف أن الزواج المعني هنا هو العقد لكن نحن الآن رح نجي نتكلم هي في حالة العقد وفي حالة الزواج ما هو حالها هل هي وعت افتهمت شنو ايش تسوي تعرف ماذا تفعل قالت فأتتني أمي أم رمان وإني لفي أرجوحة 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 تعرفونها مرقيح العيد والعيد شنو العيد فرحة ومرقيح العيد والستة عيشة رايحة قية رايحة قية فعائشة تقول أنا بالمراجح أسوي وي 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 ومعي صويحباتي أطفال أطفال ونلعب والعيد فرحة تدرون أنتم العيد فرحة الإنسان يستمتع بالعيد يفرح بالعيد مثلا أو بالأيام العادية خاصة أطفال يعني طفلة كانت صغيرة طيب فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريدوا بي أمها صرخت بيها عائشة عائشة تلعب بالمراجحة طفلة 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 وتلعب عائشة تعاي باي صلو علي بالسلم تقول عائشة قالت فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لألهج حتى سكن بعض نفسي تقول أنا أتنفس بطريقة سريعة ليش تتنفس بطريقة سريعة لأن كانت طفلة صغيرة وأمها مشت بيهم أسرع من خطوات الطفلة الصغيرة فمن وصلت إلى الباب هذا الطفلة الصغيرة اللي هي عيشة وصلت وهي مو قادرة تتنفس طيب ثم أخذت شيئا من الماء فمسحت به وجهي ورأسي تخيل أنت المشهد أنت متخيل طفلة صغيرة تلعب بالمراجح جابوها من إيدها قطوا على وجهها ما يمسحوه طيب قالت ثم مسحت وجهي بماء ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار مجموعة من النسوان آه فقلنا على الخير والبركة على الخير والبركة على الخير والبركة آه آه اليوم زفت العرس اليوم طفلة هي طفلة ما ما بتهمش شنو الموضوع الآن رح أروي لكم قصة رواية العابها العابها كانت بيدها العابها كانت بيدها أتقول أول ما دخلت للبيت على الخير والبركة على الخير صلى الله سلم صلى الله سلم صلى الله سلم صلى الله سلم طيب قالت فأسلمتني إليهم فأصلحنا من شأني إيش يعني يعني عملانها كوافير سريع صالون سريع تسريحة شعر سريع قالت فلم يرعني إلا رسول إلا النبي صلى الله سلم ضحى فشنو صار فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين يعني ست سنين كانت تلعب تسع سنين كانت تلعب بنفس المرجوحة يعني بعدها طفلة طفلة جيد يعني خذاني وأنا تسع سنين عمري من وين خذاها خذاها من المراجيح لا تنساهي المعلومة مهمة صحيح البخاري شوية في بعض الألفاظ ما قدر يتحمل يحطها لأن ألفاظ ثقيلة لكن أحمد بن حنبل نقل معاني أقوى معاني فضيحة بمعنى كلمة ابن حنبل في مسندي أحمد يروي هذه الرواية يقول فجاءتني أمي وإني لفي طبعا بعد حديث طويل الرواية طويلة لكن نحن ناخذ هذا محل الشاهد يقول وإني لفي أرجوحة بين عذقين ترجح بي قالت فأنزلتني من الأرجوحة ومسحت وجهه بالمي ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإن النفس ما كان يسكن مني ثم دخلت بي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وين في بيت أبو بكر وإن النبي صلى الله عليه وسلم هاي الطفلة طفلة كانت تلعب بالمراقح فدخلتوا على النبي وحطوا عليهم مي قليل مي بس يتمسحوا وجهها بالمي تراب تراب الأطفال الأطفال يلعبون تراب الأطفال الطفل يلعب فيصور عنده تراب فبزغس لو وجهه إيش سوت خذ خذ هاي أقول بالتسعين فأجلستني في حجره أنا أول مرة أشوف أحد يروح يخطب ويحطون عروس خطيبتها عروسة بحضن بحجرك وصل الأمازون وصل البريد ما يحتاج التوقع عصلا خذها واطلع ثم قالت من أم عائشة هؤلاء أهلك وبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك قال فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبنى بنى يعني دخل يعني دخل بزوجة يعني تزوج يعني بنى قالت وبنى بي في بيتنا ما تحمل حتى يحطها على ظهره ويأخذها للبيت ببيت أبو بكر بالغرفة أبو غير بالصالة اللقاء شنو المضيئة أخذها على الأقل غرفتها الحير الحير مالتها الحير الحجر حجراتهم الغرفتها أخذها الغرفتها على الأقل أخذها الغرفتها مو يجي خوف ما يصير أي بنت تسعة سنين تعرف أنت من حطوها بين ريول النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاعيبها وياها ألعابها تعرف اسمها في صحيح مسلم في كتاب النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين فزفت إليه وزفت إليه وهي بنت تسع سنين وألعابها بيدها ماس كألعابها هيش تقول لي إيه يا صلى الله عليه وسلم وين رح نروح نلعب يقولت عايب أنه بالغرفة عندي خوش إليش لعبة ملاعيب ألعابها بيدها صلى الله عليه وسلم ينظر لها وين ما أخذها تريد تلعب البنت تريد تكمل بالمرجوح طيب ماذا استفادت الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة نكح عائشة وكانت ألعابها بيدها وهي تلعب بالمرقيح ماذا استفادت الأمة هادي أم المؤنين قدوة لنا قدوة للنساء يعني تزوج منتك وهي تلعب بالألعاب احنا حاليا في عصر غير مو نفس قبل قبل عادي قبل عادي هايشون يعني طلع دينك نص ونص مو لازم تعمل بي يعني مو الديني لأخر الزمن هاي كلاواتك كاذيب هو مقت يختلف فميره ما كانش العمر يشكل فارق في ذلك الوقت أنا الآن ما سألت على العمر هاي ما ش تقصد اندي أتكلم على العقل عقلها شنو كان كانت هي مبرمج مبرمج هاكارز مثلا كانت مبرمج تطبيقات ولا كانت تلعب بالمية والطينة والمرقيح البدو معروف عندنا في سعودية معروف ان الزواج يكون من بعد اول ما تأتي المرأة الدورة وطبعا الدورة تأتي على حسب قوة الشمس وهنا في البادية الدورة تأتي للبنت على طول يعني ثلاثين تقريبا ولا من النروش ثلاثة 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 هي النروش تجيهم ستة شهر اعتقد بليل أو ستة شهر الشمس هيش يعني لكن الحرارة عندهم ضعيفة ضعيفة فمعناها ما تجيها دورة المرأة أصلا فنو عادي انه إذا كانت الشمس يعني في الحضر عندنا في سعودية هنالأطباء اللي يشاهدون الان اللي تكون حيلة ثلاثمون حيل حيل طيب انه أهل بدو انه أهل بدو ونعرف البدو وهذه المعلومات صحيحة اخ يا يا لا والله دينك هذا دينك او هاي الدينك هذا دينك هذا يشتغل على الطاقة الشمسية ما شاء الله من زمان انتم ناس اقتصاديين ومتطورين ليش العالم ما تطور الآن وصلوا للاقتصاد الشمسي ليش المفروض من زمان ونخلص من المحركات والتغير المناخي وهذا تسريب السيارات والغازات والدخان حرامات من زمان